لا تسلم الزراعة والنباتات من النزاع الإسرائيل الفلسطيني أبو نزار هو أحد المزارعين من قرية قرب رمالة كان ضحية لاعتداءات مستوطنين على أشتال العنب التي يعتني بها من أجل كسب رزقه أنا بالصدفة أجيت هنا يوم بعد الظهر أتطلع على الشجرة زي ما أنتم شايفين وله كان مقصوص فحاولنا نعرف من الذي يعمل هذا الأشي تفقدنا المنطقة كان الشيك مقصوص وكان فيه كتابة بالعبري أنه اللي أجوا كانوا كاتبين بالعبري بيحكوا حتى كاتبين اسم المستوطن اللي أجوا منها الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية تحدث بشكل دائم على الجانب الآخر ذهبنا إلى أرئيل وهو من القرية التعاونية أورهانير المتاخمة لقطاع غزة راح يحدثنا عن أضرار الحرائق التي يشعلها الفلسطينيون من غزة بواسطة طائرات وراقية في الأراضي الإسرائيلية ما الذي يدور في رأس الأشخاص من الطرف الآخر؟ ما الذي يفرحهم عندما يتم حرق مساحات من الأراضي الزراعية؟ هذا لا يحدث هنا فقط فنحن نتحدث عن مساحات شاسعة في كل المنطقة وقد أتت هذه الحرائق على عشرات الألاف من الدنومات الزراعية والأحراش ظاهرة المس بالموارد الطبيعية تلحق الضرر بالإسرائيليين والفلسطينيين على السواء ولكن مع ذلك يفتقر الإعلام لدى الجانبين للتغطية المتوازنة عندما يدور الحديث عن الطرف الآخر وفي معظم الأحيان تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية على اعتداءات الفلسطينيين وتتجهل الأضرار لدى الطرف الآخر كما تقوم وسائل إعلام فلسطينية بالمثل للإعلام في كل الطرفين هدف مختلف وجمهور مختلف وبالطبع كل طرف يريد أن يكون المنتصر اليوم لا تجرى الحروب في ساحات المعارك فحسب بل أيضا وبشكل مهم على مستوى الرأي العام وعلى ما يدور في أثهان الأشخاص يبدو أن الأضرار هي مماثلة لكن التغطية غير المحايدة تساهم في تكريس شيطانة الآخر الأمر الذي يقلص فرص حل نزاع امتد حوالي قرن من القدس حيا قاسم الحرة